قالوا نواقض للإسلام في فرق بين ضد وناقض والله أزل لا بجيب حاجات أنا قال سيبه ويهزاته اتعجب فيه دبت على اللغة العربية ولابس خدر يعني الكنتات فاتح يعني أنجورة زاه والله الذي لا إلى غيره ضد قال ما يا ها ناقض كونه تشرك يعني دي ضد الإسلام لكن ما بتنقض الإسلام النقض هو شنو النقض هو الحل والفك نناقشك باللغة العربية وبالقرآن النقض هو الحل وشنو والفك ندك من اللغة العربية واحد قالت امرأة في عهد عمر بن خطاب تطاول هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا حبيب أضاجعه أضاجعه طورا وطورا كأنما بدى قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لا يحتويه أقاربه فوالله لو لا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه نقض من هذا السرير جوانبه يعني شنو يا كذخة اللي دا الله قال في القرآن ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة فككته ولا ما فككته فككته انت قلت له ضد ما نقض زول أشرك ما فك الإسلام قال تعالى في القرآن بجيب لك في آية واحدة الإسلام والشرك قال تعالى في القرآن في سورة الأنعم قل أنا أدعوه من دون الله الآن وجاب ليه آيات وكورك قال الذين كفروا ما أسلموا كفروا تدوك فينا مقلب نحن بكورك انت ما أعرف نحن ماكلين باسط وانت ما أكل قرب موضوع دا طويل عليك ودقا استفيوه أنا بجيب لك ما كورك ساي دارين شغل علمي نحن دارين علم شاء الناس تستفيد ما خمسه قال تعالى في القرآن قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله يعني ممكن نرتد بعد شنو بعد الإسلام كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين كيف الشرك ما بنقضى الإسلام قال تعالى ولو أشركوا 18 نبي في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال تعالى في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ده مسلم ده سيد المسلمين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل ده أداد عطف بل لكن لا أدواد عطف عطف يعني ما تخش فيه من عطف لكن ده عطف يعني عرفته؟ بل الله فاعبد أكون من الشاق آيات كثيرة نسأل الله العالمين